هذا الاسلوب اللي عم يعمله اسلوب فضيع يدرس بالنصب والاحتيال يتكلم مخلوف على الهواء عن احتيال ونصب النظام محاولا جعل نفسه مصلحا للفساد بعد سرقة شركة سيريا تلمن هنين بيحصلوا بيدينوني وبيعملوا مجلس دارة جديد ويمكن يحطوا ناس بيقولوا عملنا تسوية ونبه مخلوف الى امكانية تشكيل مجلس ادارة لسرقة مكتسباته قانونية لذلك قرر ان يحضر الاجتماع بنفسه مخاطرا بحياته مهددا ان الله معه وانه سيري العالم طرقهم الشيطانية ورح خاطر بنفسي كرمال راماك الانسانية كرمال هالفقراء يلي انا مسؤول عنهم بامر الله مؤتمن امام الله على خدمتهم ومهما صار ومهما نعمل الا ازهنن ما خلوني وصل الاجتماع بطرقهم واسليبهم الامنية والله اعلم بس في ذاكم الله هو الراعي هو الحامي يفعل ما يريد حبيب القلب حبيب الروح فهل فساد منظومة الاسد هو بداية طريق سقوط المنظومة باكملها وسيغرق اسرياء الحرب قوة الله